مرحباً مرحباً حصل إيه وقفت إيه قلت لك وزنك تهيه العربية ما تستحملش يلا انزل الزوق طب ما دانزل الزوق معايا ونزوق الواحدي أزوق معاك إزاي بس وما نمي لاحشتشاغ للعربية انزه انزه فأي طوق إجامك كيف يضحك؟ خب بالك من نفسك ومشي جنب الرصيل عجيبة جداً وهي من تحت تقديه الأرض ايه في الشوق ايه بيه وقدي؟ ايوه ايه واحدة جدت عندكم هنا ومعها عائل صغير ايوه الستة كبيرة راحت مصر جاب ستة مجدة هي وابنها مجدة؟ مجدة مين؟ مرات المرحوم مصطفى بايه؟ تابعني عليك مش فيهم حاجة هم موجودين جوه؟ الستة كبيرة بس والستة مجدة راح تشوفه المصنع المصنع ايه؟ بتاع البيه الصغير ابن المرحوم مصطفى بايه؟ اكد الحكاية دي فيها سر فين المصنع ده؟ اكد الحكاية اه! عجبك المصنع؟ لاي! اه! ده يسوي كم كده؟ حوالي مليون جنيه ونصف بس؟ ده ما؟ ده ما كنت فكرة انه يسوي ثلاثة أربعة مليون طول ما مراد مسك المصنع ان شاء الله هيكبر وينتاجه يزيد هو فيه كم واحد يشتغل؟ عشرين موظف ومية وعشرين عامل بس اه! 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 اخواتوني في مكشوفات المائيات عشان ارجحها عشان ايه؟ قصر بيحصل في مكشوفات لغفاطة وزوير ياه! سامع! لو يتجوش عن مصنع من دلوقتي ايه! 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 مكتب واحدة إخويا! إزاك يا ندحك! اخوك ايه! ايوه اخويا اوعى تغلط. انا اسمي مجدة. اختي. اخويا حبيبتي. اختي. 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 الحكاية. ده يطلع ايه ده? عارف. الاستاذ مراد ابن عم جوزي. اهلا وسهلا. الوحشاني يا اختي اوي. وسميرة بنت عم جوزي. اهلا يا سميرة وحشاني يا اختي. اهلا وده المصدع بتاعنا. المصدع بتاعكم. اه. وحشاني يا اختي اوي. طب تعال اوفرقك عليه. تعال بس. انت ايه ده ده? اه قاطلني ما انت جاية تطمن علي انا وابني اشرف. ابنك اشرف? اه اشرف حبيبي ازاي اشرف دلوقتي? اطمن يا استاذ متحد. مجدة وابنها اشرف هيعيشوا معانا في الحفظ والصون. لا 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 احنا لازم نروح حالا. نروح فيه? ايه اه طب لو سمحكيلي بس هكلم مع اخت شوية. افضلوا. ايه ايه ايه? الحكاية انا عاز اعرف. لا حكاية ولا حاجة. انا عايش مع اهل جوزي. انت جاوزتي? انت صوتك. دول فكراني مجدة. مبدا مين? مصطفى. مصطفى مين? الله. ام اشرف. الودي الصغير? اه. وانت زي توقف على حاجة زي كده. يا استاذ متحد اذا كنت انت خايف على ست اختك مجدة احنا برضو خايفين عليها بكتر منا. لمراتب نعمينا برضو. انت عارف بقى ست الارمل بيبقى الرجالة ما اتمحوا فيها كبير. وعلشان كده انا اه انا عاوزك ثانية واحدة. اه انا فكرت اتجوزها. تتجوز مين? مجدة. مجدة مين? اخت حضرتك. اه على العموم انا لسه ما فتحتهاش في الموضوع. البركة فيك بقى انت اللي هتساعدني. اساعدت? اساعدت في ايه? تحاول تقنعها. اقنعها اه. طب شوف اما اقولك. انت تقفل على الموضوع ده خالص. لغاية ما فهمت لك ايه. معقولة يكون داخوها? بسيطة. ممكن نعرف حالك. الاستاذ بكري. المستشار القانوني بتاع المصنع بتاعنا. اه متحط اخوية. اهلا انا وسهلا تشرفت. اسمحلي البطاعة الشخصية بتاعها خضرتك. دي سيادتك مخبر ولا حاجة خير? لا ده مجرد اسمينام بس. انتو هترجاعوا تشكوا فيها تاني. كده? وما شكوا فيكي? ازاي تشكوا فيها? ازاي تشكوا فيها? انت فاكريني انا الصعبة ولا جاءة ترسم عليكم? تسمح لي البطاعة? يلا بينا. اتقل لي يعادك على منازل دي يلا بينا. تسمح لي البطاعة من فضلك. ايه اللي تسمح البطاعة? تسمح البطاعة? او انت عليك عفلي تسمح البطاعة? انا اسمي اه متحط علي عمران. وهي اسمها. اه مادة فهم اسماعيل. ايوة فهمي مادة اسماعيل. اه مادة فاهمي اسماعيل يعني مش اخوات لا اخوات بس من ام واحدة وهي من اب وانا من اب كده مرة واحدة ايوة كده وبتحصل فاحصل عائلات يلا مين يا مجدد استنى بس يا استاذ مدحط حصل خير لا يمكن تقعد معاك ويلا مجدد حقك عليا لا يمكن يا استاذ مدحط استنى عاوزك ثانية واحدة ايه راية اكيد الاتنين دولنا صبيب بس شهادة الميلاد وقاسمة الجواز بتقول غير كده ما عرفش بها انت تتحرى عن نوم تانى وتشوف ديك هتعايشة فين وزاكنة مع مين بعدين ايه حكايت اخوها ده؟ المهم انكوا تخلكوا ماشيين معاها في مسألة الجواز عشان ما تكشش من اي حاجة وانا ليه يا صديق في مباحث الغاهرة هتصل بيه يعمل تحريات عنه مهمة لتنينة رايح فين يا حبيب اهلاً وسهلاً يا مدحط ياب اهلاً بيك يا طان يا ابني مصطرب علي رايح فين تسمع سيب ده هنا وروح حات واحد تاني سيبه يا خميس خميس سيبه يا خميس ان شاء الله يكون الاكل عجبك طبعاً يا طانت انتو اللي بان عليكم مش عجبكم ما بتاكلوش احنا بناكل بس على مهلنا نونو نونو تصور يا طانت الاستاذ مدحط مكانش راضي يجي يتغدى معانا وده يا صح يا مدحط يا ابني ده البيت بيتك خليك معانا كميوم لا اقضي ان المدحط وراه شبر شغلين ايه انا واخد اجازة يعني ممكن اعود هنا اسبوع اسبوعين يا مرحبا يا ابني انا مش هنفضل من هنا غلا ما اخد مكدة معايا انت خدني معاك فيه انا هاعد هنا في بيت جوز جوزك طبعاً يا ابني اه هو حي القاعدة هنا حلوة والاكل ممتاز بس خطر 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 ليه بقى قصد يعني خطر خطر على صحيتها اصلي الدو هنا رطب وده مش كويس علشان بالعكس انا من يوم ما جيت هنا وصحيت اتحسنت وكمان طنت متعلقة بي انا واشرف خلاص سبيلها الواد وتعالي معايا ده اسبوع خلام يا ابني تحرم الولد من امه البركة فيك يفترض ان امه ماتت ماتت حرام عليك يا ابني هو متحد كده يا نين طوله عمره قلبه سود كتاكي البلا زندت نفسي ملكش حق يا متحد يا ابني تفول علاختك بالشكل ده انا خاف عليها يا طنت وعرف مصلحتها فين واختي ارمل وكل العيون بتبصولها لازم تبقى جنبي عشان اخد بالي منها قول لي يا متحد يا ابني نعم هو مراد ما كلمكش في حاجة حاجة زي ايه؟ جوازه من اختك مثلا لا 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 انا عايزكو تطلع على الموضوع ده من دماغكو خاص ليه يا ابني؟ لا اصل الموضوع ده عايز تفكير ولا تفكير ولا حاجة يا متحد يا ابني اختك لسه صغيرة والجواز اللي زيها احمي وضرورة هيجي عليها يوم تتجاوز ويعني مش هتتجاوز غيرك انت لحد يا بعيد اللي ايه فيها؟ دي حتى يابني تحلره شارعا انا ما بكلمش عن الشارع انا فيه حد متكلم عليها؟ انا انت؟ قصد يا استنى لما كامل كلام انت عادلة على الوحدة؟ انا قصد اقولي يعني ان انا ما اقدرش قابتك موضوع زي ده غيرها ما اخد رأيها ان شاء الله حتواتي وما بدا مش هتلاقي حد احن على ابنها من مراد عن اذنكم طيب تسمحوا لي ما قلت ليش هتكلمها ايه ده انا بس عايزك تهلق عايز نهده؟ الجدع ده معقد موضوع الجواز ليه؟ عقده ليه؟ عشان مجدة وصروة مجدة عايزي الهافة كده؟ ده ناخر ببيته لا لا استنى بس مش تقولي هتعمل ايه الاول؟ انت زي تخش علي القوضة ايه؟ مش اخوك ايه؟ انت تاخد بعضك وتمشي من هنا حالك شو ما اقولك؟ انا قابلي بمامشي اه هقوله على كل حاجة هعرف لو فتحت بقك بكلمة هورطك معاي هقول ان احنا موضبين الحكاية سوا وقدام البوليس هطلع انا بقى مش مرات مصطفى وانت بش اخوي يعني الحكاية نصب في نصب انت ايه؟ اه اه اعزة توديني في حديد؟ زي ما انت عايز تضيع مستقبلي مستقبل ايه؟ اعزة علي حتى يسيب العز ده كله ويبقى عائل ممكن حكاية ده تكشف في اي لحظة وتقضي بقيت عمرك في السجن لا الطم طول ما الورق ده معاي هيحميني وهم خلاص اقتنعوا بيه يعني اه يعني انت هتتجوز الجدع الدهولة ده اللي اسمه مراد؟ هو قالك كده؟ تبعتني ليه كده؟ عشان اقتنعك كتر خيرك انا خلاص اقتنعتك اقتنعت بايه؟ انا مش موافق توافق ولا متوافقش ده مش شغلك؟ عزة ما خاف عليك انا مجدد ما تقوليش يا عزة انت كده هتوديني بداية كل حاجة كانت ماشى كويس لحد ما انت جيت مجدد مجدد ايه؟ عايز ايه؟ تكلمتها؟ لا لسه الله مالكنت تتكلموا في ايه؟ تمالك اخي طب خلاص بقى انا اللي هتكلم خلاص ده ما اقولي اوعى كلمة في وضوع زيه؟